السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الفيديو ستادس في المدن الزكية وهنتكلم على الزكاة الصناعية لأنه مهم جدا في المدن الزكية موضوع الزكاة الصناعية من أكثر من جهة من جهة استنتاج اللي هيحصل ومن جهة رد الفعل السريع ما ينتظرش إن إنسان يتدخل ويختار الاختيار لو فيه مثلا فيضان معين أو فيه زحم مبريف الشرع آخر فهو يبقى عنده زكاة صناعية ويفكر إيه هاخد أن القرار ويبقى عنده نوع من أنواع التعلم العميق في الأول من سبتمبر عام 2017 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيخاطب مجموعة من الطلاب الروس في جميع أنحاء البلاد في أول يوم لهم في المدرسة فقال لهم الزكاة الصناعية هو المستقبل ليس فقط لروسيا ولكن البشرية جمعاء ومن يصبح القائد في هذا المجال سيصبح حاكم العالم أجمع الزكاة الصناعية أصبح المورد الأقوى الذي سيحدد مصير الأمم في الأسمنة المقبلة ده الواشتن بوست سبتمبر 2018 وصحيفة جلوبال تاينز الصينية ذكرت في عام 2017 وضع مجلس الدولة الصيني خطة تموحها لتصبح الصينة الدولة الرئيدة عالميا في مجال الزكاة الصناعية وحسب الخطة الموضوع ستصل الاستثمارات في زكاة الصناعية إلى 150 بليار دولار أمريكي بحلول 2030 وتوقعت مؤسسة الاستثمارات ميكنز في تقرير صدر في أواخر نوفمبر من العام الماضي أن تحل الروبوتات والزكاة الصناعية محلة 800 مليون عامل بحلول عام 2030 أي 5 مجموعة القوة العاملة في العالم أن تكامل البيم مع الزكاة الصناعية يعطي قوة ويضمن للشركة للفوز من المشاريع والتقليل المخاطر حيث أن الزكاة الصناعية وتعلم الآلة artificial intelligent and machine learning يتسللال لقطاع البناء والإنشاء تعريف الزكاة الصناعية هو قدرة الآلة على محكاية العقل البشري وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة عمزة تطور رازي شهده والحاسوب في متصف القرن العشرين تبكتشاف أن الحاسوب استطاعته القيام بمهمات أكثر تعقيدة مما اعتقدنا حسن هنا اكتشاف إثباتات لنظريات الرياضية المعقدة بالإضافة لقدرته عليها بشاطرانج بمهارة كبيرة ومع ذلك بالرغم من الإجابات الكثيرة في سرعة علاجة وساعة تخزينها عليها لأنه لا يوجد لأي برنامج بساعته مجردات المرونة العقل البشري خصوصا بما يتعلق بكيامه بالمهمات التي تطلب للإسنتاجات اليومية التلقائية لما يتم تعرض له تعلم الآلة المشين ليرنج وشارلة اختصارا مل يمكن توصية مفهوم تعلم الآلة بأنه أحد الفروع المنبسكة عن علم الذكاء الاصطناعي الال القائمة على برمجة الحواسيب بمختلف أشكالها لتصبح قادرة على أداء المهام وتنفيذ الأوامر الموكولة إليها بالاعتماد على البيانات المتوفرة لديها وتحليلها مع تقييد تدخل البشري في توجيهها أو تغييبه تماما وإشارة لأن مصطلح تعلم الآلة قد ظهر بيعاز من رائد الذكاء الاصطناعي أرتيار سيمويل في سنة 1959 ضمن توقع عمل مختبرات IBM ومن الجدير بالذكر فإن الآلة في هذه الحالة يجب أن تعتمد على تحليل البيانات المتخلة إليها مسبقة لمواجهة الأوامر والمهام مطلوبة منها فيكون دور العصر البشري ضئيلا جدا في نهاية المطاف التعلم المتعمق أو التعلم العميق هو مجال بحث جديد يتناول إيجاد نظريات وخارزميات تتيح للآلة أن تتعلم بنفسها عن طريف محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان واحد فروح العلوم التي تتناول علوم الزكاية الاصطناعي ويعد فرع من فروح علوم التعلم الآلي وتركز معظم أبحاث التعلم المتعمق على إيجاد أساليب استنباط درجة عالية من المتجردات بتحليل مجموعة بيانات ضخمة في استخدام متحولات خطية وغير خطية من أحياء أخرى هناك بعض التطبيقات التي استطاعت أن تضاهي مستوى أداء الخبراء والمحترفين بالقيام بمهمات محددة ومن هذه التطبيقات المحدودة التي استطاعتها على الزكاء الاصطناعي القيام بها هي تشخيص طبي ومحركات بحث الحسوب وقدرته على التعرف على الصوت والكتابة اليدوية بوسط العبارات يشير مصطلح الزكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الزكاء البشري لأداء المهام والتي يمكن أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها يتجلى الزكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال بعض هذه الأمثلة تستخدم روبوتات المحادثات الزكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة القائمون على الزكاء الاصطناعي يستخدمون لتحليل المعلومات الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة يمكن له محركات التوصية بتقديم توصيات مؤتامة للبرامج التلفزيونية استنادا إلى عادات المشاهدات المستخدمين كما يحدث في اليوتيوب لما تفرج على بعض الفيديوهات تجي لك بعض الحاجات القريبة من اللي انت تفرجت عليها يعني ممكن مثلا شفت مسلسل لاحة الفخراني الحلقة الثلاثين يبدأ يجيب لك مسلسل تاني لاحة الفخراني تمام؟ بيبدأ يشوف الناس بيتفرج على ايه بعد ايه وتبدأ ان هو يبرل بوب بينه وزكاة الصناعية لا يكتصر على انتاج الانسان الآلي والعمليات الصناعية فقط بينما هو احدث علوم التكنولوجيا التي يهدف الى محاكات العقل البشري وامات عمليها لتنفيذ المهام بدقة وسرعة اكبر من العقل البشري وذلك من خلال القدرة على التحليل والاستنتاج والتخاذ القرار والمقدرة على حل المشاكل وازالة العقبات بسرعة ودقة تفوق العقل البشري علم وهندسة صن عائلات زكية مضيفا الى انه لا يسعى لان يحتل الزكاة الصناعية دور العقل البشري كما اعتقد البعض بينما تم تطوير علم الزكاة الصناعية من اجل مساعدة العقل البشري على تطوير الاعمال في ظل منظومه اصبحت اكثر تعقيدة ان الزكاة الصناعية يتعلق بقدرة على تفكير الفائق وتحليل البيانات اكثر من تعلقه بشكل معين او وظيفة معينة وعلى الرغم ان الزكاة الصناعية يقدم صورا عن الروبوتات عالية الاداء الشبيهة بالانسان لا تسيطر على العالم الا انه لا يهدف الى ان يحل محل البشر انه يهدف الى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير مما يجعله اصلا زوكيمة كبيرة ضمن اصول الاعمال وتشير الاحصائيات الى انه تساهم عشرة تطبيقات رأسية للزكاة الصناعية في تخفيض تكلفة مشاريع البنية بتحتها العملاقة بالنسب تصل الى 50% الزكاة الصناعية في التصميم يمكن للزكاة الصناعية ان يوفر حلول للتصميم واختار الافضل مثل تصميم وتوزيع شبكة اتفاق الحريق او الصرفة من خلال بعض القواعد يمكن دراسة افضل السيناريوهات واعادة جدولة مهام المشروع كما يكون اكتشاف افضل حلول للتعارضات ودراسة الحلول الافضل والاختيار بينهم كما يمكن استخدام الزكاة الصناعية في تقييم النموذج والتأكد من مطابقته للمعايير وفي مقال نشرى مؤخرا بانوان التصميم المعماري بمساعدة الزكاة الصناعية Artificial Intelligent Aided Artificial Design ناقش جان كيوتزي اساليب مختلفة لتنفيذ خوارزميات قائمة على الزكاة لتحسين التصميم التشيير للخوارزميات التطورية اصبحت مسألة تهم الفنانين والمصممين والمهانسين المعماريين مضيفين ان تطبيقاتهم في التصبيق المعماري تمت دراستها منذ فترة طويلة ويلاحظون ان خوارزميات التطورية يمكن ان تساعد المصممين على حل المشكلات عن طريق تحسين اشياء مثل الهايكا الانشاية واختيار المواد ربما تكمن الفرصة الاكثر اصارة مع الخوارزميات التطورية الذكية في مراحل التصميم المبكرة على سبيل المثال تكون خوارزميات متابلت من تقييم النمازج والبيانات الاخرى المتعلقة بأداء الطاقة والاضاءة والراحة الحرارية وجودة الهواء لانشاء خيارات تصميم تلبي او تتجاوز اهداف الاستدامة والافضل من ذلك انه يقيم عوامل اداء التكلفة لحد من نفقات دورة الحياة والحفاظ على فعالية التكلفة التصميمات التي تأخذ حقا الاستدامة والراحة والتكلف في الاعتبار بجدية ستنتج مباني افضل في المستقبل يكون ان تتكلم في المايك مع الحسوبة كلها كما في فيلم هير وبرنامج اسري في الايفون فيلم هير ده الرجل صراح واعتقد البرنامج دوت هو جير لفرنتي بتاحته وصدم ان في ناس تاني بيتكلموها يعني حس انها خينا اريدك هنتصمم لي منزلا بمساحة خمس ادوار على مساحة متين متر بتصميم الكروبزيه في خلال ثواني يكون الحاسوب بتصميم المعماري والانشائي والكهروميكانيكا وافضل تصميم صديق للبيئة ونموذج بين مخالي من التعرضات متى يكون هذا قريبا من فضل الزكاء الاصطناعي الذي يتطور كل ثانية وقد تطور كثيرا وقت قراءتك للمقال عن وقت نشريه مختلفا عن وقت كتابتي وسيكون تطور عندما تنهي المقال عندما يطور الانسان زكاء الاصطناعي ستمكن من اعتماد على نفسها بشكل ومفصل عن الانسان حيث تكون باعادة تصميم نفسها بمعدل فائق في التزايد وان كان باتريك هيبرون من شركة ادوبي يعتقد ان الزكاء الاصطناعي لان يدخل في التصميم لا اساس الكلام نصيحها ان الزكاء الاصطناعي يمكن ان نحلم عن البشر وخاصة كم صميم هو بيقول ان لا بش ينفع ان هما يصممه بس كل شوية بيحصل تطور بيبدأ هو يعمل اشعار دلوقتي وبيعمل لوحة فنية الزكاء الاصطناعي في التنفيذ يمكن للروبوت والدرونس والتبعات السلوسية الابعد انتخذ تصميم البيم وتطبقه بالموقع مباشرة ومن خلال الزكاء الاصطناعي يمكن التغلب على المشاكل المفاجئة التي يمكن ان تحدث كما يتم الان مراقبة تصير العمل بالموقع ودرساته وهناك خوية رزميات زكاء صناعي لمعالجة الصور ومعالجة البيانات لتقليل الحوادث كما يمكن تحليل الصور ومعرفة وتحديد العمال الذين لا يرتضون خوزات السلامة ويمكن متابعة الشيحنات لمعرفة اماكنها حتى يستعد العمال قبل وصولها مشارطا فيه كاميرات مراقبة موجودة في الشوارع لو انت بتمسك الموبايل وبتكتد فيه بيروح مصورك على طول لو انت بشمط الحزام الخط مش موجود بيبدأ يصور يعني هو بيمسك كل صورة ويحللها الزكاء الاصطناع في التشغيل يمكن ادارة المبنى تلقائيا وادارة اعمال السيانة وتحكم في التجييف والنارة وتوفير الطاقة بشكل رائع من خلال الزكاء الصناعي للمدن ولمباني الوجه الاسود للزكاء الصناعي قام ايلون ماسك تغييد صورة تعيد النقاش حول امان الزكاء الصناعي الطريف الامر انها احتوت على صورة اعلان لدمان المقامرة تقول الالات هي من سنتصر في النهاية مع العلم بانزلك لا يشيل بضوح الالات الكمار ويكون ماسك في خطاب الاكثر خطورة ان الخطر الذي يشكله الزكاء الصناعي اكبر من خطر الذي يشكله كوريا الشمالية انزي انت زا ماشين والوين وحذر خبراء مثل سليفن هوكينج من زفات طويلة من قدرة الزكاء الصناعي على تدمير البشرية في مقابلة اجراها عام 2014 وذكر في زياء الشهير ان تطوير الزكاء الصناعي بامكانه انهاء الجنس البشر بل انه يرى ان انتشار الاتمتة سيشكل ضررا على الطبقة المتوسطة ويقول مايكل فازر كبير موظف العلوم في متا ميد ريسيرش اخترع الزكاء الصناعي اعظم من الانسان دون حذر كافي فمؤكد ان الناس البشرية سوف تنقرت في وقت كثير جدا ومن الواضح على الاقل في المجتمع العلمي ان الترمية غير مقادلة للزكاء الصناعي قد لا تكون في مصلحة البشرية وتبذل حاليا جودا للبدء في سيغة بعض عزي قواعد لضمان تطوير الزكاء الصناعي المواجه اخلاقيا فقدم معهد مهندسي القارباء والالكترونيات اول مسودة من المبادئ التوجهية التي يوم ان توجه المطورين في الاتجاه الصحيح ويقول ستيفين هوكينج تطوير الزكاء الصناعي بامكانه انهاء الجنس البشر بضفة ذلك في الأكبر اسماف التكنولوجيا تجتمع معا للتنظيم الذاتي قبل اتخاذ الحكومات اي خطوات وقد بدأ بالفعل باحثون العلماء من شركات تكنولوجيا كبيرة مثل اي بي ام و جوجل و امازون و ميكروسوفت و فيسبوك بمنقشات لضمان تحقيق الزكاء الصناعي المنفعية الانسانية وليس تهدها مازال الطريق طويلا امام الزكاء الصناعي قبل تشكيله تهديدا مع ذلك في ان التقدم يمضي نحو الامام على قدمين وصوك كما ترى في المجالات وليس فقط صناعات البناء يوجد خوف حقيقي من الزكاء الصناعي لالهات سوف تغلب البشر وفقا لالني استاذ العلوم العصبية الحاسوبية بجامعة الشيفل فالناس الخوف في غير محليه في نهاية المطاف وليس ان مجرد ان الزكاء الصناعي يمكنه ان يتعلم ليتتبع ذلك حقا ان الناس تعلم فجأة جميع الجوانب الزكاء البشري متفوق هنا مضيفا ان النوع تعاني علينا التأكد من اننا نستخدم هذه التقنيات بشكل مفيد التعلم العالي والزكاء الصناعي ادوات يمكن استخدمها بطريقة صحيحة وخاطئة مثل كل شيء اخر انها الطريقة التي يتم استخدمها والتي يجب ان تهمنا وليس الاسريب نفسها الواجه الابيض للزكاء الصناعي يعتقد مارك دوكربيرجو بيلجيتس واميت راي اند راي كورزويل ان الاستفادة التي سنكسبها من الزكاء الصناعي ستكون اكبر بكثير من الاذر المحتمل له وعده كاتب الامريكي الشهير وعلم الكمبيوتر والمخترع راي كورزويل من الاسوات العديدة التي تؤمن بانها يمكن لنزكاء الصناعي نفودنا وقال لطالما كانت التكنولوجيا سلاحة زى حدين فالنار وفرت لنا التدفئة وسيلة الطبخ وفي نفس الوقت حركة من الزلنا كتل في العرب العالمية الثانية 50 ملو شخص وكان سبب ذلك بالتأكيد وقوم بقوة التكنولوجيا في ذلك الوقت بحب الدكتور اميت راي ان يركز على الجانب الايجابية والوردية للزكاء الصناعي وفي كتابه الزكاء الصناعي خارق رحيم قال ان الزكاء الصناعي هو افضل وسيلة لتغيير المجتمع والغاء عدم نسواه وعلى صعيد ما فان البشرية الان على وشك ان تدخل في عصر عبودية للزكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية وعلى صعيد اخر فان البشرية على وشك التحرم من الام والمعاناة بمساعدة الزكاء الصناعي وغيره من التكنيات وفي ذلك هذا النمو المسترع للزكاء الصناعي فان التوقيت هو كل شيء والامر متروك لنا في كافية استخدام هذه الادوات القوية يمكن منع استخدام الزكاء الصناعي عبر تطوير اجزاء معقدة من المشاعر عميقة مثل الحب والرحمة في خوارزميات التعلم ويقول مارك زوكربيرك انه متفايل بخصوص الزكاء الصناعي واذا تمر علق على احدهم انا لا افهم هؤلاء الناس الرافدين الذين يحشدون الصناعيات نهاية العالم انه الامر سلبي حقا واعتقد بانه فعل غير مسؤول لحد كبير واخيرا فان فكرة التفرد التكنولوجي او الزكاء الفاق الالة تعود على الاقل الى رائد الزكاء الصناعي سولومنوف الذي حظر في عام 1967 على رغم من عدم وجود افاق للالات الزكية للغاية في المستقبل الكريم لان الاختار والمشاكل المحتملة صعبة وجدية جدا سيكون من الجيد ان يكرس عدد كبير من البشر لاسكياء كثيرا من التفكير لهذه المشاكل قبل زهرها كيف ابدأ؟ لو انت عايز تبدأ باب في الزكاء الصناعي القصة دي لازم تبدأ تعلم لغة البيسون لو عدت تقرأ وتتفرج على فيديوهات الزكاء الصناعي مغير ما تكون عارف لغة برمجة زي بايسون ممكن بايسون اقول لغات تانية عندك روبي لو تحب تفرج على روبي اه قصد يعني بتحب تعلم لغة روبي جوافة سي سي بلاس بلاس برو لوب كل الحاجات دي كويسة جدا بس لازم يكون عندك لغة برمجة تطبق الكلام اللي انت بتسمعه على رغم من استخدام لغة بايسون في مجال الزكاء الصناعي امرا حديثا الا انها تعتبر من افضل واسرع اللغات في التعامل مع برامج هذا المجال لان عندها مكاتب كتيرة جاهزة فبش تبدأ تكتب كل حاجة بسفر تتمتع بايسون بالعدد من المميزات حال ذكرنا لمجال الزكاء الصناع فيها لديها مصادر عديدة لغة سهلة وبسيطة وحتى تعلمها عند مكاتب غيرها من لغات الـ Object Oriented Programming او لغات البرمجة الكائنية ايضا تمتلك لغة بايسون العديد من المكتبات اللي التعامل مع الصور مثل 3D Visualization Toolkits مايا VTK بايسون Imagine Library والكثير من الادات الاخرى التي تخدم التطبيقات الالكترونية والعلمية تمت اسمها بشكل جيد وسرير لقائم ما يجعلها مناسبة جدا لتطبيقات الزكاء الصناعية هي ايضا مفيدة على مدى واسع البرامج النصية الصغيرة وكذلك تطبيقات المؤسسات الكبيرة وتعتبر من ضمن لغات مفتوحة المصدر وهذه ايضا ميزة رائعة دي بعض المكتبات البايسون زي AIMA والبيداتالوج والسيمبل AI والإيزي AI نعم 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 شكرا